انتو مش مصدقين ان اللي حصل ده والله في الظروف بصر ما يحصلش ابدا انتو مش مصدقين انتو نسيتوا مع الوقت اللي حصل في العشر سنين دول مش انتو عشان انتو بتنسوا يعني لان يعني كل واحد مشغول بحياته لكن القائمين على الامر كانوا شايفين كل كل طوبة ويابتدبني وفاكرينها وكل مصنع بس تفتكروا ان هو ممكن تتحلل ازمة او تتحلل وتبقى بلد تاخد مكانها وسط الامم في عشر سنين طب انا اقولي للمفكرين والمثقفين ورجال الاعلام ان الدول بتاخد 75 سنة عشان تبقى دول زاد شاء اقول ايه ده كلام ده موجود مش محتاج حد يعني يعني مش اسرار دي دول موجودة دلوقتي على الدنيا عاشت سنين طبعا لما اقول كده مش معنى ده ان انا يعني بيتمدى ذلك يعني لا في دول اعشت سنين مقدرش اذكرها ما يصحش عاشت في مجاعات كان بيفقد كل سنة من 3.5 ل 4 مليون من 52 ل 68 45 مليون ما اموش هدوا بلادهم اللي ماتوا من الكوه بس النهاردة بقوم في حتة تانية تانية خالص يا ترى الكلام ده طب انت بتقولوا ليه بقولوا لان انا عمري ما وعدتكم بان الموضوع هيخلص في سنة ولا في عشرة ما وعدتش بكده طب انت بتقول دلوقت انت زعني من حاجة ولا هم زعنيين من حاجة لأ لازم الكلام يتقال لما الامر تتحسن ميتقالش وقت الصعب لان الصعب تقيل فعديها الاول وبعدين نتكلم لما الامر تبتري تتحسن عشان ناخد الدرس عشان ناخد الدرس مش عشان حاجة تانية ونتعلم وتبقى زخيرة للقادم خيرا للقادم